أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة النهاردة هنتكلم عن روتين اليومي لتنظيف ونقع طقم الأسنان المتحرك سواء طقم أسنان كامل أو تركيبة جزئية بمشابك أو أوفر دانشر هنتكلم برضو عن البدائل الطبيعية الاقتصادية الرخيصة اللي نقدر نشتريها وننظف طقم الأسنان بحيث يبقى طقم الأسنان دايماً نضيف، لامع، منعش ما فيهوش أي روائح كريهة، ولا ترصبات، ولا صبغات وفي نفس الوقت برضو يكون الفم نظيف ومنعش لازم نتعود إن بعد كل وجبة على طول ندخل ننظف طقم الأسنان هننظفه إذاي؟ أول حاجة بنخلع طقم الأسنان ونبتدي ننزل عليه كميات مية جارية وننظف بصبعنا ونشيل كل بواقي الطعام وطبعاً الأفضل إن إحنا بنكون فرشين من شفا في الحض أو حطين باول أو طبق كبير مليان مية بحيث لو طقم الأسنان وقع بالغلط ما يتكسرش أو ما يحصلوش أي تلف بعد ما شطفت طقم الأسنان ونزلت عليك مية مية جارية ببتدي بالفرشة المخصصة للطقم زي ما أنتو شايفين الفرشة المخصصة للطقم بيبقى ليها جهة عريضة للأماكن الكبيرة في طقم الأسنان وجهة رفيع شوية أو صغيرة أو هد صغيرة لتنظيف الأجزاء الداخلية الصغيرة من طقم الأسنان طيب لو أنا ما عنديش الفرشة ديت ما فيش مشكلة أي فرشة ممكن تقضي الغرض بشرط تكون فرشة ناعمة وببتدي برضو بالمعجون المخصص للطقم زي ما أنتو شايفين في الشاشة ولكن لو ما فيش معجون مخصص للطقم ممكن أستخدم أي معجون متاح في المنزل يكون معجون غير كاشط غير مبيض غير مخصص للمدخنين لأن كل أنواع المعجين اللي أنا ذكرتها دي للأسف بتوذيل طبقات من طقم الأسنان وبعد كده نشتكي أن طقم الأسنان واسع أو بدأ لونه يتغير أو بدأ الخامة بتاعته تضعف فالأفضل نحن بنستخدم معجون مخصص لطقم الأسنان أو أي معجون متاح عندي والأفضل يكون غير كاشط من مواد طبيعية طيب لو أنا ما عنديش معجون أو موجود على صفر أو عند حد أو ما ننسيت أخذ معايا المعجون في الحالة دي ممكن أستخدم شاور جيل أو هاند جيل أو اللي هو الصابون بتاع الإيد أو الاستحمام أو حتى غسيل الصحون ولكن يكون من مواد طبيعية ما فيهوش مواد مبيضة أو كلور أو جافل وفي نفس الوقت أكون مخففه بشوية مية أبتدي أستخدمه عادي مع الفرشة وأنضف طقم الأسنان كويس من جميع الاتجاهات من جوه ومن بره الأسنان والمشابك بتاعة الطقم برفق وببتدي أشطفه كويس تحت مية جارية فترة مش سخنة فترة أو دافية وبعد كده ببتدي أحط طقم الأسنان في الفم بعد ما أكون نضفت الفم كويس جدا بالفرشة والمعجون أبتدي أنضف الفم والأسنان واللسان وسقف الحلق والغشاء المخاطي للفم وممكن كمان أكون مضمض بمضمضات طبيعية زي المية دافية وملح أو مضمضة القرنفل أو مضمضة النعناع طيب ده كده لو أنا هلبس طقم الأسنان تاني أو هستخدمه لو أنا مش هلبس طقم الأسنان ماينفعش أسيب طقم الأسنان جاف لابد أن أنا بحطه في محلول مطهر بتاعه طيب إيه هو المحلول المطهر اللي أنا أحط فيه طقم الأسنان لو أنا مش هستخدمه أو أنا هنام وهخلع طقم الأسنان قبل النوم لان انا قلت ما ينفعش ان احنا ننام بتركيبات الاسنان المتحركة وذكرت الاسباب في حلقة منفصلة ايه هو منقوع او محلول النقعة بتاع طقم الاسنان بشتري من الصيدلية اقراص فوارة منظفة مطهرة لطقم الاسنان انواع تجارية كتير زي فيتي دنت فيكسو دنت بولي دنت سيكيور كوريجا طبعا من ضمن اشهر انواع الاقراص الفوارة المنظفة للطقم في منها للطقم الكامل الرزين في منها للطقم الذات القعدة المعدنية او القوشي او الكلاسب المشابك المعدنية وفي منها كمان لاطقم الاسنان المططية المارينة ببتدي اجيب كبية مياه دافية فترة مش سخنة وبحط فيها الارس او بسقط فيها الارس الى كامل الفواران والذوابان وبعد كده بحط فيها طقم الاسنان طوال فترة النوم او طوال الفترة اللي انا مش هستخدم فيها طقم الاسنان الاقراص الفوارة منظفة مطهرة هتقتل البكتيريا وتقضي على الفطريات وتقضي على رائحة الطقم الكريهة وتقلل من التصبغات وتقلل من الاسفرار وفي نفس الوقت هتخلي الطقم لامع ونظيف كل يوم طيب لو انا شايف ان الاقراص الفوارة المنظفة دي سعرها غالي علي او مش متاحة في البلد اللي انا موجودة فيه او مش قادر اطلبها اونلاين عبر التسوق الالكتروني امازون فبالتالي هستخدم البدائل الطبيعية ايه البدائل الطبيعية؟ المياه والخل ازاي استخدمهم بالطريقة الصحيحة لنقع طقم الاسنان بجيب كوباية ميا دافية او فترة وبحط فيها ملعقة خل كبيرة وبقلب كويس وبحط فيها التركيبة بتاعتي اللي بتكون اصلا نظيفة ومغسولة واحطها طوال فترة النوم اللي هي التمن او التسعة ساعات النوم لو هي تركيبة ريزين او اكريلك ريزين ما فيهاش اي معدن لكن لو التركيبة فيها بطانة مططية مرنة او فيها اجذاء معدنية زي طقم الاسنان الكوبلت كروم فيتاليوم او طقم يكون عنده مشابك خوشي معدنية فبالتالي بحط التركيبة في المياه والخل لمدة ساعتين فقط عشان الخل ما يأثر ليش على الاجذاء المعدنية اللي موجودة فيه التركيبة بعد كده بكوب المياه دي وحط مياه نظيفة من الحنفية وابيت فيها طقم الاسنان طوال فترة النوم الناس تسألني هل المياه والخل كافية؟ اه هي كافية وجميلة وكل حاجة وهت برضو هتقتلي البكتيريا وتقضي على الفطريات والرائحة الكريهة وتلمع لي الطقم ولكن لا غنى عن الاقراس الفوارة المطهرة المنظفة على الاقل مرتين الى ثلاث مرات اسبوعيا لضمان تنظيف وتطهير طقم الاسنان وقتل البكتيريا لو انا شايف ان القرس الفوار حجمه كبير لان بيبقى حجمه فعلا كبير ممكن اقسمه على نصين واستخدمه على يومين منفصلين مفيش مشكلة خالص الناس برضو تسألني هل ممكن استبدل الخل بكلور او جافل ممنوع حتى لو طبيب الاسنان بيقولك حط نقط كيلور مع مية النقع ممنوع ممنوع استخدام الكيلور وانا اتكلمت قبل كده في حلقات منفصلة ليه ممنوع استخدم الكيلور مع طقم الاسنان طيب الكحول ممنوع البيكربوناتو او البيكربونات ممنوع البوتاس ممنوع الاسيتون ممنوع كل حاجة ممنوع المسموح بس به هو المياه والخل الابيض مش الخل الأحمر ولا خل التفاح ولا خل البلسمك المسموح هو الخل الأبيض فقط بتاع الصلطة أو بتاع الطبيخ مش بتاع النتوياج أو بتاع النظافة لأنه بيبقى تركيزه عالي جدا وممكن يتلف لي طاقم الأسنان طيب لو أنا بعد فترة لقيت طاقم الأسنان علي تصبغات أو إصفرار شديد لو أنا مثلا للأسف مدخن مع طاقم الأسنان أو أكلت بعض الأكلات اللي فيها نسبة صبغة عالية فبالتالي أنا الروتين اليومي دوت مش هيزيل التصبغات الكبيرة على طاقم الأسنان فهاشتري منتج اسمه ستين أوي ستين يعني صبغة أوي يعني بيزيل يعني بيزيل الصبغات ده بيجي على شكل بودر أو بودرة باودر نقدر نحطه في مية النقع بتاع الطاقم الأسنان هتنظف لي طاقم الأسنان وترجعه لي كالجديد وأنا تكلمت على طرق استخدامه بالطريقة الصحيحة اللي عايز لينك الحلقة أو رابط الحلقة يكتب لي فيه التعليقات وأنا هبعد وطبعا ستين أوي مش بستخدمه الروتين اليومي ستين أوي لو عندي تصبغات أو إصفرار أو تكلسات شديدة على طاقم الأسنان وفي نفس الوقت أنا مش قادر أروح لطبيب الأسنان ينظف لي ويلمع لي الطاقم طيب إحنا حاليا نعين طاقم الأسنان أصحى الصبح أعمل إيه؟ أصحى الصبح أبتدي أنظف الأسنان والفم واللسان وأمضبط بالمضمضات الطبيعية وأبتدي أكب مية النقع بتاع الطاقم الأسنان ممنوع أني أنا أستخدم مية النقع أكتر من يوم لازم أني أنا أكب المية ديت وأنظف أشطف طاقم الأسنان كويس جدا بمية جارية من كل المواد الكيميائية اللي موجودة في القرص الفوار وأبتدي ألبس طاقم الأسنان الروتين اليومي بيشمل لو أنا بلبس طاقم أسنان وباستخدم له لاصق طاقم الأسنان لابد من إزالة لاصق طاقم الأسنان يوميا وعدم النوم بطاقم الأسنان ملصوق في الفم لابد أني أشيل أو أوذيل طبقة اللاصق اللي موجودة على الطاقم وأجددها كل يوم ده الطريقة المثالية أو الروتين المثالي للناس اللي بتحط لاصق طاقم الأسنان فيه كمان جهاز حلو جدا يسمى Ultrasonic Denture Cleaner ده جهاز Ultrasonic بيتحط فيه مية ومعاه القرص الفوار وبنحط فيه طاقم الأسنان وبنقفل الجهاز الجهاز بيبتدي يشتغل ويديني موجات فوق الصوتية بتنظف لي طاقم الأسنان وتلمعهولي وتخلهولي دايما فريش ولامع للناس اللي حابة كمان روتين نظافة إضافي ممكن أعمله لطاقم الأسنان أتمنى أكون فتكم بحلقة النهاردة لو فيه أي سؤال أو استشارة طبية اكتبولي فيه التعليقات برد عليكم بنفسي ياريت نعمل لايك ومشاركة مع الآخرين لتعم الفائدة والكل يوصلوا المعلومة أشوفكم فيه حلقة قادمة إن شاء الله